التي وضعت في الأرض أذكر أستاذ علي قصة عجيبة مهيبة قبل سبع سنوات كنت في مكة المكرمة فإذا بألقي كلمة عن الدعاء فإذا برجل من منطقة جازان رجل فاضل مهيب كبير في السن ترى فيه وقار الصالحين فإذا به بإحرامه الأبيض وأنا أتكلم وعرته كلام الله عز وجل إذا به يبكي تأملته فإذا ببكائه سبحان الله ملاحظ عند الناس لما انتهيت من الكلمة صافحت وعظهم فإذا بهذا الرجل مهيب الذي أحببته قبل أن أسلم عليه فسلم عليه فقال لي بتلقائيته بعفويته أنا رجل حارس مدرسة ويقول لي في منطقة الرياض وحججت هذه السنة وابني سبحان الله أتاه شلل كامل لا أدري ما سببه ذهبوا إلى المستشفى الرجل لا تتحرك إلا رقبته فقال يا أخي أنا أدعو الله عز وجل ليش الله عز وجل ما يستجيب أن تذكر قصة إبراهيم قلت نعم قالوا تذكر قصة نوح قال نعم قال طيب الله استجاب لهم أنا دعيت الله عز وجل في كل مكان الله عز وجل ما استجاب لي قلت يا أبا علي هل رأي دموعك هذه قلت والله لو كان باليد شيء مني أنا لما رددتك وأنت تبكي بين يدي إنسان فكيف إذا بكيت بين يدي الرحيم الرحمن إذا رأى الله عز وجل صدقا لجأ استحى الله عز وجل أن يرد يدي عبده صفرا قال طيب كيف أدعو الله عز وجل قلت كلم الله عز وجل بتلقائيتك بعفويتك بدون لغة عربية أهم شيء طلع الكلامك من قلب القلب وأنت متيقم بالله عز وجل أن الله عز وجل الذي ينبت الأرض بعد موتها أن الله عز وجل يستطيع أن يحيي جسد ابنك أعرض عني لكن الله عز وجل ما أعرض عنه فإذا به يقول لي مشرف الحملة يقول فإذا به من مشعر إلى مشعر فإذا به يقول يا أبنائي يا عيالي لا تنسونوا لدي علي رجلك ما معه إلا رابع ابتدائي أو ثالث ابتدائي لكن يحمل أعظم شهادة هو شهادة أن لا إله إلا الله هذه أعظم شهادة التي ترفعك عند الله عز وجل ليس قيمتك عند الله عز وجل أن تتخرج من الجامعة أهم شيء أن تكون من خريج الجامع المسجد أن تكون من أهل الصفو في الأول أن يعرفك الله عز وجل أن يذكرك الملائكة عند الله عز وجل يسمونك بإسمك هذا عبدي فلان يباهي الله عز وجل بك الملائكة هذا الذي حدث لهذا الرجل الصالح فإذا به يلتفت إلى أبنائه يا عيالي يا أبنائي لا تنسون ابني علي ومن مشعر إلى مشعر حتى ركبوا في الحافلة قافلين إلى مدينة الرياض فإذا به يلتفت إليهم المشرفة الهملة قال يا إخواني أنتم الآن في موطنيني لإجابة الدعاء أما الموطن الأول فهو وجوعكم وسفركم وهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء السفر والموطن الثاني أنكم رجعتم من الحج حج بيت الله عز وجل ومن حج فلم يرفضه لم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإذا به يقف أبو علي ويلتفت إلى اللي في الحافلة قال يا أبنائي يا عيالي أنتم في موطنين لإجابة الدعاء أرجوكم تكفوا لا تنسونوا الذي علي فإذا به يجلس ويدعون الناس وهم في الحافلة فإذا به يرفع يديه ويدعو الله عز وجل يقول المجرفة عن الحملة فإذا بهذا الرجل أرى عنده انكسار ولجأ بين يدي الله عز وجل وفجأة إذا بالجوال يرن يقول فرفع الجوال ثم بدأ ينظر هذا الرجل إلى الجوال فإذا بها من؟ إذا بها زوجة ابنه علي فرد عليها بالجوال فإذا باتصال مفاده وخلاصته يا أبا علي يا أبا علي زوجة ابنه علي قالت قبل شوي كنت أتكه وجم سرير لدك علي فإذا بيألتفت فإذا بابنك علي قد قام من مكانه يا سلام من الذي أحياه من الذي شفاه من الذي كشف عنه بلواه ولأواه إنه الله أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لم تنتهي القصة في مثلي ذلك اليوم الذي رجعوا منه يا أخي علي إذا بيألتفت إلى المشرف الحملة قلت أن ذكرت لهذه القصة الذي التقيت به يا أخي أنا أحبب ذلك الرجل أريد أن ألتقي به في مدينة الرياض أن تقول حارس مدرسة في مدينة الرياض قال نعم قلت أريد أن تضرب لي معه بموعد فإذا به أيها الحبيب يضرب لي بموعد مع هذا الرجل في مخرج 6 في مدينة الرياض ذهبت إليه هناك فإذا به ينتظرني في شقة ابن علي طرقنا الباب فإذا بيأتذكره بلحيته البيضاء وبإحرامه الأبيض وابتسامته البيضاء التي تشع من بياض قلبي قد لبس الغطرة وثوبه الأبيض ولحيته البيضاء سلمت عليه وقبلت رأسه شونك أبو علي عساك طيب قال الحمد لله قال تفضلوا جلسنا فإذا بيأنا أسرق النظر إلى الباب أنتظر الأبن الذي قالوا أن الله عز وجل شفاه قلت يا أبو علي وأنا متحمس قلت وين ولدك علي قال أصبر الآن بيجيك فإذا بيأتحدث به فإذا بيأتحدث معه فإذا بيالباب يدلف ومعه صينية أو معه الشاي والقهوة قد حملها فإذا بيأنظر فإذا بيشاب عمره في الثلاثين إذا به يلتفته قال شبت هذا اللي واقف الآن قدامك الشاي القهوة والشاي قلت نعم قال هذا ابني علي صرت في جسد الرعشة وارتسمت على قسماتي الدهشة لما رأيت هذا الرجل أمامي قد شفاه الله عز وجل